مثل ما فعل الخسيس المؤيد قبل قبل كم سنة كنا نقول في واحد من العلماء وفي واحد من المعممين نصار وهابي صار غير مذهبة من الشيعيين السني في واحد ما كان فيها لو واحد بالإمية ما كان فيه شخصية واحدة ما فيه صحيح ولا مصحيح الآن لا طلعت شخصيات وشخصيات طلع أحمد الكاتب اللي ينكر الإمام الحجة وطلع الفضل الله اللي نكر مظلومية الزراء بكبرها والآن يطلع الكحسين المؤيد الخبيث اللي راح وصار وهابي والآن في الطريق كمان الحينري اللي ينكر أصل الإمام أقسم لكم أقسم لكم والله أن أفاضل كبار من معممين ومن كتاب شيعة كبار لهم عشرات المؤلفات في قم جلسوا معي الساعات وهم معتقدون أنه لا إمامة سياسي يقول ولكن من خاف شوه؟ خاف نتكلم هل ستقول لي زيدنا هذه راح يسجلوها ويقولوها يا أخي هاي الخضية ما يريد يقولها دا تطلع على ماذا؟ على الفضائيات دا تقال هي مو مو أنا مارد أجيب الأسماء وإلا أنتم أعرف الأسماء دا تقالوا لا ودا تكتب فيها الكتب الكثيرة فيها كذبة كبرى كذبة التشيع انشقاق خلقته مؤامرة وظل المتآمرون هذا الثلاثي ثلاثي الروم والفرس واليهود هو الذي يرعى التشيع واليوم الموقف الدولي هو الذي يساند التشيع وهناك كتاب هذا ينفعكم أن تقرؤوه اسمه صحوة الشيعة ألفه شخص باسم نصر ولي نصر ولي قيل إنه أفغاني وقيل إنه إيراني قد تنصر وهو في أمريكا يشتغل مع المحافظين الجدد جماعة راملسفيند من جماعة راملسفيند في أيام بوش كتب هذا الكتاب أسماه صحوة الشيعة طبع الكتاب وترجم وطبع بالترجمة العربية بأكثر من عنوان منها عنوان صحوة الشيعة أعضاء في الكونغرس الأمريكي قرضوا هذا الكتاب وأنا قرأت تقريضات فيهم وأحدهم قال من يريد أن يتعرف على الاتجاهات المستقبلية للسياسة الأمريكية عليه أن يقرأ هذا الكتاب وهذا الكتاب إن قرأته ستجد خلاصته الآتي يقول أهل السنة هم الخطر على الغرب وأهل السنة مشروع نهضوي يمكن أن ينفجر في أي لحظة من اللحظات يسترجع مجدهم ولا نستطيع السيطرة عليهم فمن أجل ضربهم لا بد من ضربهم يقول لا بد من ضربهم لا بد من أضعافهم ومن أجل ذلك يجب علينا أن نخرج الشيعة من القمقم ونخلق كتل سياسية دول شيعية في وسط دول أهل السنة كي نمنع تماسك الدول السنية وكي تبقى هذه الكيانات الشيعية مصدر لضرب الاستقرار في الدول السنية هذه سياسة الغرب اليوم التحالف أنا أسميه تحالف الصادات الثلاث الصليبية والصهيونية والصفوية التقت مصالحهم ضد أهل السنة والجماعة وهؤلاء الغرب يرعى التمدد الشيعي اليوم أي عمل دعوي بسيط يوصف بالإرهاب إذا كان من أهل السنة والجماعة أي عمل خيري يمنع أراد أهل السنة أن يفتحوا مدرسة في أفغانستان فمنعتهم أمريكا وجاء الخامنئي وفتح جامعة كبرى في كابل السنية التي ليس فيها شيعي جامعة كبرى وأجيز الغرب يرعى التمدد الشيعي ويريد لهذا التشيع أن يمتد لأنه صنيعة هؤلاء أصلا تاريخيا هؤلاء يرعون صنيعتهم هم صنعوا التشيع وأرادوه أن يبقى إسلاميا يعني أن وإلا هم صنعوا البهائية لكن البهائية تسأل البهائية تقول أنت مسلم يقول لك لا أنا مش مسلم لكن هؤلاء الشيع أرادوا لهم أن يقولوا نحن المسلمون نحن جزء من هذه الأمة كي يستطيعوا أن يلعبوا الدور ولا إذا قال أنا نتمنى أن الآن يعلن مراجع الشيعة ويقولوا نحن لا علاقة لنا بالدين الإسلام العلويون في تركيا أعلنوا ذلك وقالوا للحكومة التركية تعاملوا معنا كدين آخر قالوا لهم نحن لا نعترف لا بالقرآن ولا بهذه الأمور كنا لا نعترف بها تعاملوا معنا كدين آخر هذا يريحك جدا الشيعي لو يقول لك والله أنا دين ثاني وأنا ما محسوب من هذا الدين ترتاح المشكلة هو يقول لك مو فقط يقول لك أنا مسلم يقول لك أنا الذي أمثل الإسلام الحقيقي أنا الذي أمثل الإسلام المحمدي وأنت اللي ما تمثل الإسلام أنت تمثل الانحراف هذه المشكلة والغرب يريد هذا لأن كي يلعب الشيع الدور لابد أن يلعبوه كمسلمين من داخل الأمة الإسلامية يحطم الأمة الإسلامية من الداخل هذا خطر كبير